كما اصدرت هيئته السكك الحديدية بياناً اعلامياً أشرت فيه إلى حدوث اصدام جرار بمؤخرة قطار 1087 القادم من أصوان بتجه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمينيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة وقد كلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير كل من نائب وزير النقل لسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحدث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكك الحديدية للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحدث كما أمر نائب العام المستشار محمد شوقي بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحام العام لنيبة جنوب المينيا الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة وتحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحدث لاستجوابه وأغذي عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر